طيب عندنا دلوقتي المتحدث العسكري ووزير الدفاع المصري بيقدم التعازي وقال لهم ان الكلام ده للجانب الإسرائيلي الكلام ده مش هيحصل تاني احنا هنا عايزين نسأل سؤال مهم وانا مش هسأله على لساني السؤال هنا هنسيب حد من اعلام السيسي هو اللي يسأله عشان ما يطلعش واحد زي لسان النظام الزفر اللي اسمه ديه يقولك ده الاخوان والاعلام التاني ومش عارف مين هيستغلوا الحادث بشكل سيء ده على اعتبار انهم بيعتبروا اي حد غيرهم بيتكلم يبقى يا اخوان وزي ما حضراتكم عارفين ده مش صحيح لكن ده مش موضوعنا المهم حسيبك دلوقتي او حسيب حضراتكم دلوقتي مع عمر اديب عمر اديب كان ليه سؤال مبارح قال الجندي المصري ده شهيد وبطر وسأل سؤال او رمى جملة في نص في نص كلامه كده تعالوا نسمع عمر اديب قال اين بارح عن الحادثة وعن الجندي المصري بيان مصر قالت ان هذا الشرطي قد قام بمطاردة مهربين بالنسبالي انا بتكلم على البيان المصري اوه بالنسبالي هذا الرجل كان يقوم بمهمة رسمي عندما يقتل بالنسبالي شهيد او نحسبه يعني حتى التعبير الفقه نحسبه عند الله شهيدا ولكن هذا ليس الامر المسافة هنا لازم نقف وقفة مع كلام عمر اديب هو عمر عايز يقول ايه عمر بيقول وفقا لبيانكم يا قوات يا مسلحة يا مصرية يبقى الجندي ده شهيد لانه كان بيحمي الحدود وقام بدوره وبوجبه وطارد مهربين زي ما قلته وبعدين حصلت اللخبطة وقتل وتقتل بالغلط طيب على اعتبار كلام عمر اديب الشهيد بقى بنعمل مع ايه يعني طبيعي نعلن اسمه وصورته للشعب وللعالم كله ده اول حاجة تاني حاجة بنبلغ اهله وعيلته وبلده علش الناس يشوفوه ويفرحوا بابنهم الشهيد البطل وبعد كده بالطالب باستلام جثته علشان القوات المسلحة المصرية تعمله جنازة عسكرية تليق ببطولته لانه قام ببطولة عمل شغله ودفع حياته علشان يقدي عمله لواحمية الحدود حاجة كمان انك المفروض ما تعتذرش عن اللي عمله لانه قد واجبه وكان بيقدي واجبه وكان بيحمي الحدود وطارد عناصر اجرامية وعناصر تهريب يعني لو روايتنا صح وواسقين في كلامنا يبقى ده قل واجب ولا ايه رأيكم لكن لحد الوقتي مفيش حاجة من الكلام ده حصلت والله اعلم يمكن تحصل والله اعلم يمكن ما تحصلش تمام يمكن ما تحصلش ليه لان في مصر العساكر بلد العجيب كل حاجة ممكنة هو بيقول لك كان بيطارد مهربين مخدرات والاشتباك حصل بالغلط وفي نفس الوقت بيعتذر للجانب الاسرائيلي عن عن اللي الجندي ده عمله وبيتعهد بيتعهد للجانب الاسرائيلي ان ده مش هيتكرر ومش هيحصل تاني طب هو يا جماعة يعني هو كان بيقوم بوجبه صح كان بيقوم بوجبه صحيح لكن مش هنقول هو مين ولا هنعلن سلطه انتو شايفين كاخوات مسالحة مصرية انه كان بيقوم بوجبه طيب مش هتقوله هو اسمه ايه ولا هتبينه للناس سلطه طب مش تعمله جنازة عسكرية هو ده التضارب اللي احنا فيه كل شيء في بلد العسكر عجب نرجع تاني الكلام عمر اديب ونسأل السؤال اللي سأله عمر على استحياء هي المسافة الزمنية من ساعة لما الجندي المصري تحرج لمطاردة المهربين لغاية تم معدى الجانب التاني من الحدود وحصل اللي حصل الوقت ده ايه اللي حصل فيه هو ليه اشتبك مع الطرف التاني هو ليه الرواية التانية مختلفة عن روايتنا وبيقولوا كلام مختلف طب هو الحقيقة فين طيب هم فين المهربين لا مصر ولا الجانب الاسرائيلي قدر يمسك حد فيهم طيب دي معقولة طب انا عايز اقول لك ان فيه روايات تانية متدولة على السوشيال ميديا بتقول ان اللي انتم بتقولوا ده كله غلط واحدة من الروايات دي مثلا بتقول ان الرواية المصرية والرواية الاسرائيلية غلط وان الجندي المصري والجنود اللي من الطرف التاني من الحدود اللي قاتلهم طرف تالت اصلا هنا انا بس بنقل لك الرواية انتم تقدروا تقيموا وتحللوا وتسمعوا محللين سياسيين لكن انا بقول لك ده على اساس ان دي امور واخبار بيتم تدولها شكرا